إلى هذا دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد العمليات في الضفة الغربية وشدد مكتب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بشأن اقتحام مخيم تول كرم للاجئين ومخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية لفتا إلى أن الحادثتين تثيران القلق بشأن وقوة أعمال قتل غير مشروع